أنا متفائل وفرحان ولا متشائم وحزين متفائل وفرحان أنا منعتي في السماء أنا متشائم وحزين منعتي وعى في الأرض حولك على قنبلة يوجد في المخ أكتر من 34000 مركب مركب هايل اسمها الانترفيرونز انترلوكينز أسلحة الخلايا سايتوكاينز ففيه أكتر من 34000 مركب جميل جدا يفرز من المخ للإنسان المتفائل المحب اللي عنده أمل هذه المركبات تدوب الأورام تسلك الأوعية تفتفت الحصى تعمل حاجات فضيعة لو جلطة تدوب الجلط حصوى تفتفت الحصى ورم تسيح الورم أكتر من 34000 مركب سام ده في الإنسان مين؟ المتفائل المحب الجامل العكس أكتر من 34000 مركب سام نتيجة الحزن والخوف والقلق بتنزل تعمل جلطان تسد الأوعية تعمل جلطة في الرجل الأول بتبقى دي فينا السرومبوز وتطلع على فوق تسد لك المخ تعمل شلل وعمى تيجي على القلب تعمل زبحة وجلطة تيجي على الكلة تعملين الأرض باستينوز ستيفل أوعية الكلة أنت عاوز إيه؟ عاوز تبقى متفائل وفرحان ومركبات المناعة بتاعتك عالية أنا عندنا واحد كان عنده سبع حصوات في المرارة وقال أنا واسخ من ربنا أنه هيفوك هالي يسجد ويطاول السجود ويحط إيده أعوز بكلمات اللي هي بقدراتي من شر ما أجده أحاذ ويدعي سبع تمن مرات خمس مرات في اليوم كل مرة سبع مرات ويشرب مشروبات داخل أقسم بالله العظيم بعد شهر بنعمل سونار بالإناش ولا حصوة ولا حصوة يقول أنا واسخ أن ربنا هيدوي بلي الحصوات دي بص السقة اللي عنده قديه بص المواد المفرزة من عنده قوية إزاي عندنا مواد بتفرز في الجسم أقوى من ميت النار يعني الناس جات لنا عندها جلطات كلاكيع كده دي فينا السرومبوز كلاكيع من كتر الثقة في الله والسجود واليقين دابت الجلطات ودابت الحصوات إنما بقى المعقول وده ينفع ده قالوا لي على عملية ولازم تفتح المتشائم ده ينكد عليك وعلى أهلك وعلى نفسه ومش هيخيف